بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماله كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناعي يجاوب ناعي ولئن سألت الدار عن أربابها يعد الصدى مني سؤالي ثاني ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا الشقاق وإذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابه ودعاهم لهدى فردوا داعي ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطش ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء الغالقاني الله يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي تبكيك عيني لا لأجل مثوب شلو نقر عليك يا مولا لكن ما عيني لأجلك باكي يا باكي تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية ويوم الذي رعيش أنوى يشي للرحيل جاب المحام للحرم هذا طور طور رحيل طور رحيل كل فرد وجه ايدي لأكي قبل عجزي نبي مبتسي منو؟ منو؟ عباس راح المرجة جاب المحام للحرم الهياء مهجة تعالي قو من روح الكارب قالت يا أخو يا محملي يا هلذي يتكفل قال لها عينة تشيب شيري يا زينب يا زينب عمر اتشنويد نتماثل طلعان عباسي حادي وضعن ضاج بهلا آهيل كل ساعة عباسي ونيزي اي محمل الحار يعدل صدل الحسين وناشيد شنهي نزيل تكبي الفلا قال يا أخو يا نازلتي تدري بخيت نمد الليل ما تعرفي بخيت ذلو الهاض فطنة على العزو العول يلا احتيه وياه ليتك يا عباسي تحاض اي موم يوم اطلعات من كارب سترة وجه هجفوف والدمع والدمع بالخد هامل وين بيشة ازجر هازجر ويضرب خواتك حارمال تقول انا شبيدي انا شبيدي انا شبيدي انا شبيدي انا شبيدي لو ان عباس عندي ان عباس عندي 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 ما اورمو بالحبل زندي ورد في زيارة الناحية المقدسة السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك الحافين بتربتك الطائفين بعرصتك الواردين لزيارتك السلام عليك فاني قصدت اليك ورجوت الفوز لديك اسأل الله تعالى ان يتقبل اعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الامر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم الزيارات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم اجمعين كنوز من المعارف وفيها مفاتيح مفاتيح لمعارف حائلة جدا بس تحتاج ان الانسان دائما يتأمل فيها شوفوا احنا في حتى في اداب الزيارة ليس فقط فقط في النصوص اداب الزيارة لما نتوجه الى زيارة سيد الشهداء وحتى باقي الامة عليهم السلام نستأذن من الله من من النبي من امير المؤمنين من فاطمة من الحسن من الحسين بالدخول ونستأذن كذلك من الملائكة المحدقين الموجودين في المشاهد الشريفة وهذه نقطة مهمة جدا لان اولا تكمل معرفتنا ثانيا توصلنا الى عالم الغيب اللي هو من علامات المؤمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اول علامة منهم شنو؟ الذين يؤمنون بالغيب نتواصل صلة مع الملائكة اللي هم الوسائط لقضاء الحوائج ولنزول الرحمة لا بد نتحسسهم نحسهم المجلس اذا فيه روحانية يعني اكو حضور ملائكي المشاهد الشريفة ليس فقط فيها حضور ملائكي الآن راح خلال البحث نتكلم بل المشاهد الشريفة مختلف الملائكة اللي هو واينما حل اهل البيت عليهم السلام هذا المكان يصير مختلف يعني شنو مختلف تقول في زيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي مختلف الملائكة المكان اللي في اهل البيت تترادف الملائكة طوائف الملائكة ما يفرغ احنا اجينا الملائكة وتروح نتعرض للملائكة ويروحون عنه الا الحفظة مثلا لكن اهل البيت عاصمة مركز اذا تروح طائفة يخلفها طائفة فهي مختلف مكان دائما يتراوده الظرائح هكذا الامام الحج عليه السلام في هذه الفقرة يعلمنا انه انسلم على اربعة طوائف من الملائكة لازم نستحضرهم لما نوفق الى زيارة الامام الحسين عليه السلام تسلم عليه السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك طبعا المقصود ليس هذه القبة اللي احنا نراها بعيننا لا اكو قبة غيبية اذا اريد اتكلم عنها يطول المقام هذه موجودة حتى قبل لا يبنى الظريح حتى لما كان القبر هو مجرد بنية من التراب او منصار حجرة مثلا هناك قبة وهناك ملائكة يرفرفون عليها شوفوا احنا معلوماتنا عن الملائكة كمسلمين محدودة جدا في حدود القرآن ومهامهم المدبرات امراء المرسلات لهم مهام منهم حملت عرش كما يقول امير المؤمنين منهم متمحضين للعبادة منهم حفظة منهم مختصين بالوحي هاي الاربع جوانب انا اذا بفصل المقام احتاج لي مجلس كامل بس اشير اشارة زين الطائفة الثانية الحافين بتربتك التربة هذه المقدسة زين اللي من لم تشفيه تربة الحسين فلا دواء له احد خصوصيات هذه التربة علاقتها بالملائكة الملك اللي هو تعبير الامام المنتظر عجل الله فرجه الحافين بتربتك والطائفين بعرصتك العرصة الساحة شنو هذا احنا نسمي الحوش في البيت الساحة او البقعة ما بين البيوت اللي الكويتين يسمونها مثلا براحة صحيح مزيح هذا مسمى العرصة في اللغة العربية الطائفين اكو طواف في المناطق هذه المفتوحة زين طواف دائم الواردين لزيارتك لان هناك ملائكة من الصفيح الاعلى عندهم طلب يطلبون طلب ان يوفقون لزيارة الحسين فيأذن الله عز وجل لهم فيهبطون لزيارة الحسين عليه السلام لا واحيانا عندهم مهام هنا شوية يعني مربط الفرس عندهم مهام هذه المهام يعني شيدت حشدت من قبل الطف يعني قبل مقتل الإمام الحسين عليه السلام وقبل حادثة كربلاء زين وإلا بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه كربلاء كربلاء صارت مختلف الملائكة زين مختلف الملائكة اليوم مختلف الملائكة حاليا عندنا مناطق مختلفة هي مختلف الملائكة أولها قلب إمام زماننا صاحب الأمر والزمان صلوا عليه بي على أصواتكم يقول الصادق عليه السلام في كامل الزيارات يقول ما بين قبر الحسين إلى السماء السابعة مختلف الملائكة ما يتوقفون أصلا كذلك في الرواية اللي مرت عليكم دائما تذكر الإمام الرضا عليه السلام يقول بقعة في طوس تكون مختلف الملائكة اللي هي موضع قبر الشريف زين هذه دائما من بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام وحتى قبل مقتل الإمام الحسين ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله حشد لهذه المهمة حشد للملائكة ماهم القوة النابضة القوة الكبيرة القوة اللي تهب الفضل والعلم والرحمة إذا صار أهل البيت قد واحد يقول لي إذا أهل البيت مختلف الملائكة شنو النتيجة؟ النتيجة شنو؟ النتيجة أن الطاقة القوة هم مصدرها مثلا أعطيك ثلاثة فقط العلم هم مصيطرين وما يعلم تأويله إلا الله منه والراسخون في العلم رسوخ قدم في العلم القوة وإن كان العدو يستضعفهم ما عنده وعي ما يلتفت ولكن أهل البيت عليهم السلام اللي بيد الملك بيد الإعجاز بيد استجابة الدعاء بيد كل شيء القوة الضاربة وعندهم الغنى هم مستغنين دير بالك أن مثلا تتصور أهل البيت عليهم السلام محتاجينك أو محتاجين سعيك في شعائرهم أو محتاجين أموالك أو محتاجين أبدا أهل البيت عليهم السلام أغنياء أغنياء بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله حشد للحسين عليه السلام حتى الملائكة يقومون بهذا الدور الغيبي اللي الآن تشوفه ما نسميه بالشعائر الحسينية حشد لها النبي في حديث كلكم تعرفونه بس أنا أحاول أطرحه بشكل جديد مفيد خبر فطرس خبر فطرس فيه سر عظيم أيها الأحبة مو معادي هذا الخبر خبر فطرس مو من الأحاديث العادية العابرة لا تكمن فيه قوة الحسين عليه السلام المرتبطة بقوة النبي تخطيط النبي صلى الله عليه وآله توجيه النبي وقوة الله عز وجل في هذا البيت في بيت محمد وآل محمد أولا الحديث مروي باستفاضة مصادر الحديث كثيرة بحيث ما يمكن نحتمل عدم صدورها من المعصوم مروي عن الباقر عن الصادق عن الرضا عن العسكري سلام الله عليه عن الإمام الحجة عن ابن عباس محمد بن سنان رواد كثيرين رووا خبر فطرس زين شنو خبر فطرس خنشوف شنو خبر فطرس وين السر خبر فطرس أنه هو ملك من الحملة يعني مقرب وأرسله الله في بعث في مهمة فأبطأ شوف هالكلمات خليها في بالك مهمة فأبطأ الله عز وجل كسر جناحه لما أبطأ بالمهمة وحبسه في جزيرة كان ملقى في جزيرة إلى أي يوم ستمائة سنة الرواية أو ستمائة ألف سنة إلى ذاك اليوم اللي ولد فيه الحسين عليه السلام فشاف الملائكة أفواج تنزل قال احملوني معكم شو الخبر يا جبرايل قال ولد نبي لنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله مولود وإحنا رايحين نسلم عليه ونهني عن يقول يقول جبرايل عن الله وعني صفتين عن الله وعني صفة شخصية زين وقال زين اخذوني أنا وياكم حملوه فلما دخل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرح للنبي قال له هذا فطرس هذه قصته قال للنبي يا فطرس تمسح بمهد الحسين شوف هذا النص تمسح بمهد أول ما تمسح ارتفع شوف هذا الارتفاع رتبي مو مكاني لهذا بعد يكلم النبي والنبي يكلمه إلا أن نقول النبي هو مرتفع وهذا قام يرتفع للنبي زين ارتفع ارتفع شوف هنا فيها وايد فوائد الفائد الفائد الأولى إن الملائكة ملائكة الصفيح الأعلى والحمل والحملة تتقرب إلى الله عز وجل بالحسين عليه السلام تتمنى خدمته مثل ما يتمنى خدمته جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وأحاديث كثيرة عندنا حتى يوم الأيام أم أيمن أم أيمن تقول رحت طرقت باب فاطمة أزورها يقول شفت فاطمة نايمة حر قيض زين وصيف الحجاز تقول شفت فاطمة نائمة ولكن رأيت الرحة تطحن وما عليها أحد يطحن وشفت مهد الحسين يهز وما أشوف أحد يهزه وشفت كف يد يم الزهراء عند كف الزهراء تسبح ورجعت إلى النبي قلت له يا رسول الله رأيت عجبا قال لها نعم فاطمة من عمل البيت وتعبها وكذا الله عز وجل وحار أرسل عليها النعاص غشاها النعاص حتى ترتاح وأرسل ملكا يطحن الرحم وأرسل ملكا يهز مهد الحسين حتى لا يقوم ينام نوم هادئ أو السجاد حتى لاحد يأذي يعني ينام مرتاح والكف اللي تسبح عوض تسبيح لأن الزهراء ما كانت تنشغل عن التسبيح زين فهذه الكف عوضها تقول أم أيمن أنا سألت النبي قلت له من الطاحن وان الذي يهز المهد ومن الذي يسبح ابتسم النبي صلى الله عليه وآله قال أما الذي يطحن فهو جبرائيل وأما الذي يهز المهد فهو ميكائيل وأما الذي يسبح فهو إسرافيل شوف يعني مصادر القوة والطاقة أهل البيت شرف ترى الانتساب لهم شرف الانتساب لأهل البيت شرف هذا يعلمنا إذا الملائكة شذي مرتبطين إحنا من نقول خدام الحسين سلام الله عليه شنو وضعنا شنو وضعنا المفروض يكون أهل البيت عليهم السلام هم أولويتنا في الحياة خصوصا هذا يبين وين يبين أن أهل البيت أولويتي في الحياة عند مفترق الطرق لما تتعارض مو بالحشي ترى الكلام سهل يا جماعة كل واحد يقول أنا خادم وأولويتي أهل البيت لا القضية تبين لما تتعارض تتقاطع المصالح مصلحتي وأهل البيت عليهم السلام زين أنا بعد بتكلم عن شوية اسمحوا لي يعني عن أدنى درجات الولاء زين لما يتعارض حضوري في المجلس وأي ارتباط آخر أي ارتباط آخر زين هل أنا أقدم ارتباط مثلا برنامج أو مثلا دوري أو مباراة أو هذه سخافات سخافات وين وين احنا قاعدين نتكلم وين قاعدين نتكلم بالصفحة الأعلى ونتكلم بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أولوية الحسين عليه السلام أولوية في حياتي أولوية حتى أنا كيف دائما أنا في خطب الجمعة أذكر أنه وسئل الرضا عليه السلام الرضا من آل محمد صلوا عليه يقول لك كيف أنا عندك قال له كيف أنا عندك نبي نعرف منزلة الحسين عندنا ومنزلتنا عند الحسين لما يصير الحسين أولوية ارتباطنا بسيد الشهداء أولوية زين هذا أدنى أنا أنا أتكلم عن أدنى أقل درجات الولاء والحب والارتباط زين قد الآن يجي سؤال في ذهن الشباب أنه يعني شلون إحنا عندنا اعتقاد أن الملائكة لا يعصون صحيح فإذا كان الملائكة لا يعصون فكيف صدرت المعصية من هذا الملك لا مو معصية لم تصدر معصية نقدر نقول ترك الأولى فالله عز وجل حرمه من صلاحيات معينة بأثر وضعي زين هو كان يتمتع ببعض الخصال بعض الفضائل أنه يرتفع يطير مع ملائكة الحملة لكنه لما أبطأ ترك الأولى زين المفروض ما يبطأ أبطأ بس مو معصية ليس من باب المعصية فصارت له شبه العقوبة أثر عمله أنه صار ما يقدر يطير زين هذا فيها درس أيها الأخوة إحنا إذا نبينطير مع سيد الشهداء ونركب سفينة الحسين لازم نصير أقوياء خذ الكتاب بقوة سراع مو خفاف لا نبطئ في قضية الإمام الحسين عليه السلام دائما ننطير محلقين إلى سيد اللهم اجعلنا من خدمته اقبلنا فيها الأيام هالأيام شوفوا هذه الكويت مثل غيرها ترسوا سفينة الحسين عليه السلام على أبوابكم الموفق اللي يركب الموفق اللي يأدي خدمة الموفق اللي يلحق نفسه يلحق عمره ويلحق من يحب في حياته يقدر يركب هذه السفينة مثل ما ركبها فطرس لما قال يلا يلا ودوني أستغل الفرصة السر في قضية فطرس ما هو أيها الأحبة السر في قضية فطرس أنه التفت إلى النبي شوفوا هذه القضية يبين اللي يقرأ الرواية قراءة متأمل يعرف أن فطرس هذه القضية كلها صارت لبيان فضل الحسين وصلتنا وهذه القضية كلها كانت معدودة لمهم يقوم بها فطرس لا تفكر شلون صار وشلون ملك عصة هذا خلي العلماء يقومون فيه الشيء المهم شنو أن التفت إلى النبي صلى الله عليه ما قال عطني مهمة ولا قال يا رب عطني مهمة لا قال أعلم يا رسول الله إن أمتك ستقتل ولدك هذا زين وله علي مكافات مكافأة زين جزاء ما أعطاني يعني رجع لأجنحتي أولا لا يزور زائر إلا وأبلغه زيارة أبلغ لحسين زيارة ولا يسلم عليه مسلم إلا وأبلغه سلام شلون رتبة ترى مو رتبة عادية ولا يصلي عليه مصلي إلا وأبلغه صلاته ثلاث أشياء زيارة سلام صلاة هذه تجمع ترى تجمع كل منظومة الشعائر الحسينية تحت النبي صلى الله عليه وآله قاعد يحشد للحسين غيبيا شلون أمير المؤمنين عليه السلام يلتفت يقول يا عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحول ألد منها ولدا يكون ناصرا اللي هو منه عباس عليه السلام شلون أمير المؤمنين يحشد ناصر للحسين رسول الله يدير المعركة الغيبية زين هذا المشروع الغيبي القادم كل يدير عن طريق فطرس لهذا يقول الشيخ المفيد أول ما انفصل الحسين عليه السلام لما طلع من المدينة أو مكة أتته أفواج من الملائكة أفواج من الجن وتفاصيل موجودة أتته أفواج من الملائكة تقول يا أبا عبد الله مرنا بأمرك نحن نقلب المعادلة إذا تحب نقلب المعادلة قال لا أشار إلى أصحابه قال لولا هبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء حسنت المعركة الحسين قوي قوي لكنه استضعف وإلا هو لما تقول الحسين عليه السلام مختلف الملائكة يعني مختلف الملائكة يعني مصدر القوة قوة الحسين ما يبين لها برهان شوف هذه قعدتك أنت تبين قوة الحسين عليه السلام شوف القوة هذه السنوات كثيرة بتكسر تلك الرؤوس التي تكسرت على صخرة الشعائر وبقي الحسين كذب الموت فالحسين مخلت كلما أخلق الزمان تجدد الحسين باقي رغم رغم الظروف العاتية رغم التحديات المريرة من الداخل من الخارج من كل مكان الحسين شاخص باقي علم تزول الليالي والجبال جبال وإن الجبال من الحسين لما عرض الوليد على شوف اللغة الغيبية اللي كان يتكلم فيها الإمام الحسين عليه السلام لما عرض الوليد على الحسين البيعة بعد هلاك الشام ملك الشام واستلام يزيد بن معاوية عرض على الحسين البيعة الحديث هذا التفصيل يطول لكن الحسين قال له كلمة مهمة قال له إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة شوف هذه الرتب اللي تتصل بالإمامة والنبوة ومختلف الملائكة زين أنا بموازين القوة ما أحتاج أنه ما يصير أتنازل لأن أنا مصدر القوة زين ومختلف الملائكة زين ومثلي لا يبايع مثله يزيد رجل فاسق شارب الخمر راكب الفجور قاتل النفس المحترمة زين ومثلي لا يبايع مثله لهذا الحسين عليه السلام من أعلن هذا الإعلان أراد الوليد بتأثير بن مروان اللي كان موجود أن يقبض على الحسين عليه السلام قال لا اقتله اقتله ما دام موجود الآن نفذ أمر يزيد بن معاوية قال لا أنت تقتلني أم هو ما كان هذا لك ولا لأميرك الحسين كان وحده بني هاشم كان خارج الحجرة كان خارج اللقاء فلما العباس وإخوانه سمعوا أنه ارتفع صوت الحسين عليه السلام يقول من لعطيه هجمة اليوث الحرائب والشعور من الشراء والسيوف على لجتافة لوح كلها مشهرة وبالفضل جدامهم والغضب لاحب غرتي يصيح لحد والدي الكرار وانا ظنوته زبد وارعد وانذه المروان بس من طلعته بس من لحظته من نظرته وصاح أنا عبدك يخوي والأردان مشمر يقول عباس عبدك أنا وبمرك يا بو السجاد آمر نش تريد والله لو تامر لطب الشام واخبصها وزيد حيدر الكرار ابونا ما يذل نحن يزيد وإحنا معروفين كل نسبا عند الزمجرة الحسين عليه السلام قرر أن يطلع من المدينة يترك موطن جد النخيل هذا يذكر بذكرياته مع جده يذكر بأمه فاطمة بأبيه أمير المؤمنين كل الذكريات مع أخيه الحسن لهذا جاء في الليلة الثانية وألصق قدميه بالقبر الشريف وجعل يدعو يدعو عند القبر الشريف الليلة الأولى رجع الليلة الثانية قال قال جداه جداه أنا الحسين فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم ضيعوني ولم يحفظوني وهذه شكواي عندك حتى ألقاك عند الفجر عومت عينا مولانا الإمام الحسين على القبر الشريف وإذا به يرى رسول الله في قبيل من الملائكة فاتحا إليه باعه وهو يقول ولدي يا حسين أخرج إلى العراق لك أني أراك مقتولا عن قريب على شاطئ الفرات وأن تعطشا لا تسقى ضمآن لا تروى قال يا جد أخذني إليك لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا قال لا لا إن لك درجات في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة قال ضمني عندك يا جداه في هذا الضريء علني يا جد من بلو زماني أستريح أستريح ضاقبي يا جد من فرط الأساء كل فسيح فعسى قود الأساء يندك بين الدكة جد صفو العيش بالأكدار شيء وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسن أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل كلنا يقول لكلنا بعدنا ما شفنا شيء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين يلا مستعد ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل الشمر قد على صدرك الطاهر أيها حسينا بالسيف يحز الودجين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برأ أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين وطلع الحسين العائلة كلها طلعت كلها طلعت نساء وأطفال ورجال وبنيها شمو طلعوا على هوادجهم ما ظل إلا وحدة بس من بيت الحسين باتشرة قراء لك عليها ظلت فاطمة العليلة بس فاطمة العليلة ومن وبعض ظلوا إياها ظل محمد بن الحنفية وأم البنين وصفية أمنها عندهم يقول محمد بن الحنفية يقول كل يوم كل يوم أزور المصطفى والزم ضريحة وفوق القبر لي غشوة عند وطيحة ولو جيت بيتي شوف شلون يصور بيت الحسين شنو حالة لما رحل ولو جيت بيتي زلزلت جسمي بصيحة أم أم البنين فاطمة ويا صفية وليه 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 جيت لو جيت لو جيت إلى قبر البتولة قلت بازور أسمع رجعت رجعت القافلة رجعت زينب أول ما رجعت بس المشهد هذا أول ما رجعت زينب وين راحت راحت إلى عضادتي باب المسجد النبوي الشريف قبضت عليها وصحت فأرفع صوت جدا إني ناعية إليك فرخك الحسين تقل يا جدي ما تمحد وقف دون ولا نغار ومضل عيون يعالج بالشمس من خطف لون إجت إجت وين راحت راحت إلى دار الحسين شافها محمد بن الحنفية ما عرفها عجيب من هذه ما تتستر منا أخت من هذه قالوا له هذه زينب قال هذه زينب الهاشمية قالت لا تقل زينب الهاشمية قل زينب المسبية أنا زينب زينب ليحشون عني سلية المصائب والمصائب ما سلني هجما على عيوني وعمني ولي يقلها يلا محاورة سريعة سريعة بعد أختصر ها ولي يقلها يا زينب هلم صاب لصاب كم كل فضيع لكن سمعنا يا زينب عنكم وبعلم شني فوق صدر حسين يا عزيز صدق ذبح رضيع قالت تخضب بدم وشقت الجيب الربا ولي هذه واصلت لأخبار وجاع يتأكد يقل هالخبار الخبر جانب فعل شي للو ملك صدر المشرع وبالعطش رد ومرتو يقولون بالأجساد ضيق نين وقالت اسكت يا محمد اسكت لا تناشيد واستمع رد الجوا ان كان تنشد نعن أضيدك أبو فرج شفعل والله ضيق الوديان من دم العد يوم حمل والله نساها حرب صفين وهو للجمل لكن انقطعة تجفوف وانجد الفوق لترى هذه السؤال هذا يهيجك هذا أكيد قال صدق يا زينب جاسم عرس بطف كربل وساعة اسفافة عمامة على الوطية مجدلة كان زفيت ولدنا قبل ما تذبح ل وكان طرشت يا زينب نحضر زفاف الشباب قالت محمد يا خويا ليه تحاضرنا وتشوف زفه حسين بحريمة والعدة تزحف صفوف وبأقساء عصار من دم نحره خضاب لجفوف شاب متهن وتفصيل لجفة اللابس ثياب اسمح السؤال تقدر تتحمل أنا أعتذر من صاحب الزمان على هذا السؤال قال يا زينب خبر شايع وظن هذا بعيد ما أعتقد يصير يصير يعني خبر شايع يا زينب وظن هذا بعيد قال تخبرني الدهر بل كت يسوي ها ويزيد قال دشيت يصدق حسر على الفاجر يزيد قالت اي والله دخلنا اي والله دخلنا ومجلس مملي أجناب أزيدك يا محمد والمصيب والمصيب اللي دهتني مشيتي ويا الغرب قلت خلوني ولدمتني سود من الظرب وطوح 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 الحادي ومشوب يعني ابن أم غصب ولو تشوف اش عش كثر قاسين بعدهم من عذاب يقول تربة بيت الدعاء تربة مشت وعيونها على حسين تربة أوخذت من دم عزيز الروح تربة 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 اختو يا الأخ من الصغر تربة يا إش لون تشوف جسم على الوطي همت لتقضي من توديعه وطرا وقد أبى صوت شمر أن تودعه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أن يسألك وادعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج وسهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المجلس طالب وحاج اللهم اقضيها لهم جميعا يا الله اشف مرضانا وتقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول وإلى روحه وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر